يوصل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهة النظر بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطع غزة بالتزامن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو يحاول إفشال التوصل لاتفاق بهدف الحفاظ على حكومته من أي تهديد داخلية رغم الجهود الحسيسة التي يبذلها الوسطاء وجولاتهم المكوكية بالمنطقة للوصول لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والتصريحات التي تشير إلى وجود تفاؤل حذر بشأن التفاوض إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو يتعمد إفشال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين ويرى مراقبون أن نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق وسيرجع حسم أي شيء قبل زيارته لواشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف الحفاظ على حكومته من أي تهديد داخلي إلا أن الوسطاء إلى جانب الحليف الأمريكي يضغطون بشدة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشير وسائل إعلام إسرائيلية على صفحاتها ومواقعها إلى أن نتنياهو يتعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة والطلب من وزرائه مهاجمة مقترحات الاتفاق وأوضحت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن نتنياهو عمل في الأشهر الماضية بشكل ممنهج لإفشال التوصل إلى أي اتفاق لصفقة التبادل مشيرة إلى أنه كان يسرب للصحافة معلومات تتعلق بمفاتيح التفاوض وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة نتنياهو استخدم طرقا عدة لإفشال المفاوضات منها تسريب معلومات سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات كما كان يتعمد إصدار بيانات ضد الصفقة باسم مصدر سياسي في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات وأوضحت الصحيفة أن شروط نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس التي يوجد عليها خلاف بين الطرفين تتلخص في السماح لإسرائيل باستمرار القتال وعودة المحتجزين من دون التنازل عن أهداف الحرب التي يجب أن تحققها إسرائيل وعدم عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة ويؤكد محللون إسرائيليون أن نتنياهو لا يريد إبرام الصفقة وما يهمه حقا هو بقاؤه السياسي مشيرين إلى أن خلافه الأساسية مع حماس أنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية تصريحا علنيا باستطاعته استئناف الحرب مع حماس يأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه عائلات الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة ونشطة إسرائيليون مسيرات واحتجاجات في إطار الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الصفقة مع حركة حماس